تشفت شركة طيران الإمارات عن تنظيمة حملة عالمية بملايين الدولارات للترويج لدبي هي وجهة مفتوحة وآمنة أمام الزوار من السياح وأيضاً رجال الأعمال مشيرة إلى أن شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في عرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية فندقية لجميع عملاء ناقلة اللي هي طيران الإمارات اللي رح يزوروا دبي بين أو حتى 28 فبراير 2021 يعني هذا الموضوع ساري وهذا العرض ساري حتى 28 فبراير 2021 وأوضحت الشركة أيضاً في بيان أنه عم بتقدم مع الدائرة لركاب الدرجة السياحية القادمين إلى دبي إقامة ليلي مجاناً بينما بيحظوا المسافرون على الدرجة الأولى الفرست كلاس والبزنس كلاس واللي هني رجال الأعمال بإقامة ليلتين مجانيتين في فندق جي دابليو ماريت اللي بيتميز بيردها التسوق وبيقع قريب من مواقع ومناطق لتجذب السياح مثل دبي مول برج خليفة وأوبرا دبي كل هذه الحملات عم بتكون حملات ترويجية لشوي انتعاش القطاع السياحي اللي تضرر بالفترة الأخيرة مع إغلاق طيران مع القيود اللي تمت ولكن الآن شوي شوي عم بيصير في تخفيف قيود مع أخبار اللقاح أيضاً الناس عم تطمن أكتر ففعلاً بلشت السياحة تعود إلى ما كانت عليه سابقاً تدريجياً